السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا سادس ان شاء الله بإذن الله هنفوت بوحدة جديدة وهي وحدة الأحصاء وحدة الأحصاء كثير حلوة وممتعة أول شيء هنعرف قبل ما نعمل أي شيء بوحدة الأحصاء بأن كيف نمثل البيانات احنا أخذنا تمثيل البيانات في الصف الرابع والخامس والسالس أخذناها بكذا طريقة ولحد الآن بسادس إن شاء الله هنخذها بنفس الطريقة بس هنزيد شيء بسيط عليها طبعا أنا قلت لك قلنا تمثيل البيانات له فوائد كثيرة من فوائدها أي شيء السادس شو حكينا نعم نجمع هاي بيانات وبنقدر نطلع أي شيء بدنا إياه بكل سهولة لو رحنا على أي مستشفى بنلاقي محطوط البيانات عندنا على أول ما نفوت على المستشفيات على مراكز على مدارس بنعرف قديش عدده الطلاب قديش عدد الموليد إذا كفر في مستشفى فكل هذا كان سهولة البيانات وأخذها بكل سهولة هو تنظيمها بشكل منصق أول شيء بنا ناخده هو تنثيلها في جدول تكراري دفاعات إحنا تعودنا إنه ممس إنه أخذ هاي البيانات الموجودة عندي علامات أو أوزان طلاب أو أي شيء بعتني إياه وأقول له بدي أحطي العدد اللي عندي بالتنازلي أول عدد أصغر عدد لحد أكبر عدد أسفة تصاعدي ببدأ وبعدين بقول قديش مثلاً علامات الطلاب خمسة قديش كم واحد أخذ خمسة ستة كم واحد أخذ خمسة بس اليوم شغلة بسيطة جداً جداً مش هتغلبنا حنأخذ البيانات لأنها كثير البيانات اللي بعطني إياها كمية كثيرة ما بقدر أخذ مثلاً الواحد كم عددها والتنين كم العدد بدي أعمل بين فئات فئات يعني بين فئة والأخرى يعني بقول بين مثلاً واحد وخمسة من واحد لخمسة أو من عشرة لخمستاش حسب البيانات اللي عندي وحسب اللي موجود عندي الآن عندي حنأخذ مثال بسيط جداً جداً لو حكيت أنا عندي الأشياء هاي البسيطة اللي بدي أبدأ أراجع معاكم الدرس اللي أخذناه عادي عندي بيانات مثال لو سمعته تفتح كتابك على صفحة الساعة وثمانون تفتح كتابك على مثال نأخذه من الكتاب على صفحة تسعة وثمانون عشان نشرحه مع بعض مع بعض أين تسعة وثمانون الآن عندي كانت علامات أربعين طالب في امتحان الرياضيات آآ علامات علامة العظمى عشرين يعني يعني أقصى علامة عنده عشرين خلينا نشوف أقل علامة خلينا نشوف أقل علامة حنطلع هون بنلاقي أقل علامة هي الخمسة الخمسة لا في عندي أيوة خمسة لا في عندي أربعة لا أيوة في عندي أربعة في عندي أقل من أربعة لا ما عندي أقل من أربعة فمس أنا بدي أبدأ أحط فئة كيف يمس تحطي فئة بدي أعمل جدول الفئات اللي هو عندي أمس خليك معي شوية غيرة اللي هو جدول الفئات هو التكرار نأخذ الفئات وبعدين نأخذ التكرار أنا بدي جدول الفئات بطلت أخذ لأنه أكتب العدد وبعدين أكتب الفئات بالنسبة لي بالشكل هاد هعمل جدول بالشكل هاد هون الفئات وهون التكرار هون التكرار الفئات والتكرار وحنسطر بالشكل هاد الجدول عشان أعمل فئات وأعمل تكرار تقريبا بدي أشوف أول شي قلنا بدي أبدأ من الأربعة طبعا أنا أحب داء من أربعة وخمسة بدي أخذ بينهم شغلة بسيطة بسميها هاي طول الفئة خليني أنا أبدأ من أول أبدأ من الواحد لأنه عندي أربعة أبدأ بالثلاثة طب ثلاثة ولازم أحط الخمسة طب الخمسة أصغر شي لا أنا ببدأ من واحد للخمسة هاي أول فئة أبدأ من الواحد للخمسة مش شرط تكون نفس الأصغر فئة اللي هي الأربعة أبدأ منها لا عادي بأخذ اتنين أو ثلاثة أقل منها عادي وأبدأ طيب شو فيه شو فرق شو بين الأربعة والخمسة الواحد أصغر والخمسة خمسة نقص واحد قدس أربعة خمسة نقص واحد أربعة وأنا كل الفئات اللي بدي أعملها بعد هيك لازم يكون بينهم أربعة لازم يكون بينهم أربعة أعيد مرة تانية خمسة نقص واحد أربعة بين الواحد والأربعة الواحد والخمسة أربعة يجي شي بعد الخمسة ايش بيجي ستة ستة هضيف على ستة ايش همس ها ممتازة أربعة شو هتصبح عشرة ها هيا سادس معاي ها أنا قلت أنا قل فئة هي اللي اطلعت عليها من خلال البيانات هاي ها من خلال البيانات وحالين حنبدأ نعد نضلنا قاعد نعمل الفئة وبعدنا نعد قديش واحد مفيش اتنين تلات لأربعة والخمسة قديش عدد التكرار بنعده قد عادي زي ما تعودنا بس عندي مش وحدي أنا عندي عندي الأربعة من الواحد للخمسة كل اشي بين الواحد والخمسة بين الواحد بين الستة والعشرة شو بين الستة والعشرة بعدهم طيب بعد العشرة بتيجي 11 طيب حطي لها أربعة للإحدى عشر خمس ساتة عشر طيب نيجي بعد الخمسة عشر مين بعد الخمسة عشر ستة عشر حطي أربعة للستة عشر عشور الآن بدي أجي أعد الفئات أيوة من واحد إلى خمسة كل إشي بيقابلني من واحد إلى خمسة حعده نمشي بالترتيب بالشكل هذي خمسة هاي واحدة هاي اثنين واحد لخمسة لأكل إشي من واحد لخمسة هاي ثلاث نعم آه في كمان عندي آه كمان ثلاث عشان هيك أحط شفتي الواحد وثلاثة موجودة وثلاثة موجودة نعم نعم هايها نعيد مرة تانية أي واحد ثلاث أربعة إش أربعة هاي هون عيد مرة تانية أي واحد أي اثنان أي ثلاث أي أربعة أربعة موجودة عندي أربعة نعيد أربعة واحد اثنان ثلاث أربعة نعم أربعة نعم نيجي من هون من الستة للعشرة من الستة للعشرة كل إشي بيقبلني من الستة للعشرة يعني السبعة واحد اثنان ثلاث خمسة على فكرة هاي خمسة في ثلاث هون ما ما عدناها بين الخمسة والثلاث واضح طيب نجي نعيد مرة تانية مس عيد مرة تانية واحد نعم ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حتا عشرة اتنا عشر نعم أربعة عشر واحد نتلات أربعة عشر نعم أربعة عشر نعم أربعة عشر نيجي على من اللحداش للخمستاش نعد كمان نعدوا معاي نعدوا معاي للخمسة عشر للخمسة عشر هنعد للخمسة عشر طلعت اتنا عشر كلكو طلعت معاك اتنا عشر نعم عشر ويجي على آخر شي وهي من ستاش للعشرون من ستاش للعشرون تسعة نعم تسعة تسعة نعم تسعة الآن خلط هيك عملنا هيك عملنا فئات نسميها جدول الفئات شو بنسميها جدول الفئات طيب لو أجينا هذا الجدول سهولة أول إشي بسهل علي أي سؤال يسألني أو أي سؤال أنا بدي أعرف عن أي شي أنا علامات الطلاب اللي من واحد لخمسة بس خمس طلاب علامات الطلاب بعرف على طول اللي من ستة لعشرة أربعتاشر طالب عرفته على طول من غير ما أرجع للبيانات اللي أنا أعطاني إياها هذا الفئة سهل علي أي سؤال بده إياه عشان هيك السؤال الأول إش بحكي لي عشان هيك السؤال الأول صفحة أحداشر اللي أقل من 11 كل الطلاب اللي أقل من 11 اللي هم عندي طلبة خمسة عددهم خمسة وأربعة عشر كل اللي قبل 11 اللي أخدوا أقل أقل من 11 اللي هم جدا شامس اللي هو 19 طالبا كل سهولة بقى أقدر أطلع من مين من جدول الفئات جدول الفئات نعم أو الجدول التكراري ذي الفئات يسمى يسمى جدول الفئات أو الجدول التكراري ذي الفئات با نأخد با ونشوف إيش بدو في السؤال اللي هو الأول بقول لي با مع عدد الطلبة انتبه كويس على السؤال أهم الشي تقرأي السؤال صح مع عدد الطلبة الذين حصلوا على علامة أكثر من 15 مين أكثر من 15 أكثر مش 15 ما إلي دعوة بالـ 15 ما إلي دعوة بالـ 15 إلي دعوة بالأكثر من 15 أكثر 15 لهما 9 طلاب فقط نعم ممتازين لسادس نعم اللي بعده بقول لي مع عدد الطلبة الذين علاماتهم لا تزيد عن 5 يعني ما ما بتزيد عن 5 نهائيا منهم اللي ما بتزيد عن 5 منهم كم طالب كم طالب كم طالب اللي ما بزيدوا عن 5 حتى مش 6 بس 5 طلاب نعم خمس طلاب خمس طلاب نعم خمس طلاب طيب نيجي على دال شو بقول لي دال بقول لي أي الفئات الأكتر تكرارا مين أكتر شي تكرارا الفئات مين هي من الأكتر تكرارا 14 من الفئة ايش الفئة اللي هي الفئة 6 إلى 10 أكتر تكرارا بتقول لي دي ايش هي هاي الفئة أكتر تكرارا اللي هي بينقصين 14 طالب من الاكتر تكرار هي الفئة اللي هي بين الستة والعشرة ستة الى عشرة اللي هي اكتر تكرارا لانها تضم اربعة عشرة طالبا الان السؤال اللي هناخده طبعا نكمل تدريب هو سؤال واحد علامة وليد وليد بتقع منوه احدى عشر وخمسة عشر علامة بشار تقع بين ستة عشر وعشرون مين اكبر من الذي علامته هي الاكبر وليد ام بشار هون عندي حقول هون وليد وهون بشار مين اكبر طبعا علامة نكتب علامة بشار اكبر من علامة مين وليد اكيد واضح انه هذا فوق فوق الستة عشر هون ما تعدى الخمسة عشر هاي كانت اه يعني كتير حلوة جدول التكراري كتير حلو وكل نفس الحكاية ان شاء الله بدي منك واجب يكون صفحة الواجب بد يكون صفحة اربعة وتسعون بدي تعمل لي السؤال الاول والثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو اشتركوا في القناة